موسيقى موسيقى معكم في لوماجيكس بخيس الثبات بيهي نحكيه على طلب رئيس الدولة من سفراء المغرب والإمارات والبحرين المغادرة هل هو صحيح أم غالط هذا موضوع الثبات بيهي موسيقى الثبات بيهي كما كنت تقول وليد نحكيه اليوم في الثبات بيهي على زوز أخبار يتعلقوا أساسا برئاسة الجمهورية نبدأ بالأخبار لولانيا وين رواد مواقع التواصل الشماعي وخاصة منصة تيك توك مقطع فيديو يبين أن رئيس الجمهورية يوصل إلى الحدود بين فلسطين ومصر الأخبار هذا مش صحيح ومقطع الفيديو اللي تم تدوله يعود إلى سنة 2021 وقت اللي قام رئيس الدولة بزيارة مصر وتحديدا إلى قناة سويس وسلطات الرسمية التونسية ما أعلنتش إلى حد الآن عن مخطط لزيارة رئيس الدولة لمصر خلال الفترة الحالية الخبار الثاني اللي تثبتنا منه كيف كيف رواد مواقع التواصل اجتماعي الدولة خبار يقول أنه رئيس للدولة قام بطرد كل من سفراء المغرب والإمارات والبحرين مقطع فيديو على منصة تيك توك يظهر فيه مقدم برامج في قناة التلفزيون العربي وهو يقرأ في خبار يقول أنه الرئيس قيس سعيد أمهل سفراء المغرب والإمارات والبحرين ثمانية واربعين ساعة لمغادرة الأراضي التونسية بعد أن نرفض عبور رتائر إسرائيلية مناء المجال الجوي التونسي مقطع الفيديو المدى والأقديم ومتجزء من سياقه ومأخوذ من نفي مقدم البرامج في التلفزيون العبر العربي نفي الخبر وليس تأكيدا له لمقطع متاع الفيديو مأخوذ من أحدى حلقات برنامج نشرته الصفحة الرسمية لقناة التلفزيون العربي في جنفي 2021 ويظهر فيه الإعلامي نظال حمدي وهو يطلو الخبر المتداول قبل أن يأكد في آخر المقطع أنه مفبرك ولا أساس له من الصحة كما حتى سياغة الخبر وطبيعة الخبر من الواضح كونه فايك فايك نيوز من الواضح كونه إشاعة ولا يرتقي إلى مرتبة الخبر تعليق مروين هو لو أشوف في الأيام هذية وفي الأيام القادمة باش نشوفه معنا تعدد كبير من الأخبار الزائفة آآ لأنه آآ فماش كونه في تونس وفي غير تونس معنا تها مستعد آآ لتوظيف القضية الفلسطينية وما يقال من مختلف آآ من مختلف وجهات النظر على المسألة هذية لتوظيفه سياسيا في مساءل داخلية وطنية شفنا هذية في آآ شفنا فرانس على سبيل المثال معنا تها اللي آآ اللي استوردت معنا تها النزاع اللي موجود آآ في آآ فلسطين وأصبح آآ وأصبحت حالة بتصراع بين السياسيين آآ الفرنسيين آآ هذا يرى ويجبنا نكون واعين أنه آآ باش يسير بطريقة أو بأخرى في عدد كبير من البلدين باستعمال بتباعة الحال الأخبار الزائفة وتونس ليست في منأة من التمشي هذية وكيما قلت بكري آآ فما شكون على الأقل آآ الناس القراب من منظومة الحكم الحالية آآ يعتبروا أنه فما شكون عنده يسعى إلى دفع البلاد نحو آآ مواقف قصوية تعودوا بالوابال على بلادنا بطبيعة الحال شكرا لك مروين شكرا زينب أشتاغ توتسويت